الفيديو اللي معانا هو من الإعلام المصري حديث رسمي على القنوات الإخبارية المصرية وفي المقابل مجموعة من الفيديوهات للرد على ما يصرح فيه الإعلام لكن أجماعة أنا عاوز أقول لحضراتكم إحنا مش في كوريا الشمالية علشان تطلعوا تجدهوا على الناس في إعلام بينقل ويكذبكم ويقولي الحقيقة من الواضح أن قناة إكسترا نيوز ما خدتش بالها من توصيات الأمم المتحدة خلال المراجعة للآخر أنتوا عايشين يا جماعة تتعاملوا مع الناس تتعاملوا مع الشعب على أنه لا يفهم أنت بتجذب والتوصيات شغالة صوت وصورة وتقول أصل الأمم المتحدة أشادت الإشادة الرمزية بالحضور بتكون للجميع لكن أنت للأسف بتقول نقاط بعينها الدول ردت عليك في نفس النقاط اللي بتجذب فيها إحنا الحقيقة أو أنتوا ما خدتوش بالكم من نتيجة الاستعراض كان فيه كام توصية نشوف مع بعض مجموعة من هذه التوصيات ونقرأها على حضرتكم أبرز ملاحظات العالم على مصر في ملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2019 دعا تقرير النظام المصري احترام السلطة للدستور والمعاهدات الدولية فقدمت 130 دولة من أصل 195 دولة من 300 أو أكثر من 360 توصية للنظام المصري من أبرز هذه التوصيات ضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية العمل على التعليق الفوري لعقوبة الاعدام من أجل إلغاءها ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان حماية الصحفيين واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ويعادة تعريف الإرهاب ده أبرز ملاحظات العالم على مصر خليني هنا بس قبل ما أدخل على الجزء الثاني ورد على هذه المعلومات فيه جزء مهم جدا أنه الاستعراض السابق في عهد السيسي وتحديدا في عام 2014 في الأمم المتحدة في نفس التوقيت كان مقدم أكثر من 300 ملاحظة من 117 دولة نحن النهاردة بنتكلم عن 130 دولة قدمت ما يقرب من 360 ملاحظة وتوصية بخصوص ملف حقوق الإنسان في مصر والإعلام في قنواته وتلفزيوناته وحواراته ليل ونهار بيقول أن الوضع في مصر مستطب وأن الأمم المتحدة أشادك بدور مصر وأن هناك حالة من التطور في ملف حقوق الإنسان أنت بتقول أنك فتحت المجال العام والتجمع السلمي ولا ما قلتش ها؟ مش قال كده؟ التصريحات دي خرجت وقال بنفس الوقت قال أن المجال العام مفتوح وأن التجمع السلمي تمام التمام لكن خلينا فكرك بربع تلاف ونص اللي اتقبض عليهم في تظاهرات سبتمبر شكلك ما خدتش بالك وانت بتتكلم عن وقف التمييز ضد المرأة وحرية التعبير ما خدتش بالك من اللي اتعمل مع رضوة محمد تعالوا نفكر حضراتكم باللي حصل مع رضوة نشوف الفيديو ده كمان محمد الامن المركزي هنا الامن المركزي هنا قلنا في الساحل انت سمعني بقولك الامن المركزي هنا محمد أنا مرعوبة عارف أنا مرعوبة اللي حصل ليها واضح جدا رضوة دلوقتي نيابة أمن الدولة حبستها 15 يوم على زمة التحقيق في ايه بقى في مجموعة فيديوهات اتنشرت ليها فيديوهات قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت فيها وانتقدت فيها حقها زي ما انتوا بتقولوا عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار وكمان تم ضمها كمتهمة على زمة القضية رقم 488 لسنة 2019 بدعوة نشر أخبار كاذبة هنا ماشي لكن الجديدة بقى والحلوة قوي في القضية الجديدة اللي رضوة مثلا شلتها من ضمن الاتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها رضوة البنت رضوة الصغيرة دي جماعة إرهابية وتحقيق ومشاركة وأهداف ماشي تلقي تمويل بغرض إرهابي كل ده في رضوة البنت الغلبانة الصغيرة اللي طرحت عملت فيديوين صغيرين بتكلم فيهم على الأوضاع في مصر بقت بتدعم الإرهاب وبتتمول من أجل الإرهاب وبتنضم لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة لكن أنتو فاكرين إحنا نسينا لا ما نسيناش لسه معنا عائشة الشاطر فين علاج عائشة يا سيادة المستشار عمر مروان اللي كنت في الأمم المتحدة بتقول وبتقول وبتقول مش حضرتك كنت بترأس الوفد وبتقول إن ما فيش لتعذيب ولا إهمال في مصر أم اللي بيحصل لها إيه النهاردة إيه اللي بيحصل لها بلاش علا القرضاوي وبلاش ردوة وبلاش عائشة وبلاش غيره للصبح بلاش كل الأسماء اللي عدناها عاوز أقولك إن النهاردة في ساعات الصباح الأولى توفى معتقل جديد اسمه رافة مهنة وعمره ستين سنة ومقيم بقرية الشريانة بمركز سامالوت بمحافظ المينيا طبعا ده كلام نقلا عن إيه عن أسرته والأسرة أكدت أيضا إنه كان بيعاني من مجموعة منها سرطان الكبد والضغط والسكري والغضروف في الظهر وضعف شديد في النظر وكان قبل اعتقاله في متابعة دورية وبيخضع لحقن كيمواوي بشكل منتظم إلا إن إدارة السجن منعت عنه دخول العلاج وانقطعت جلسات الكيمواوي مما أدت إلى وفاته بطريقة مباشرة الرجل اللي مده كان محكوم عليم خمس سنين سجن قضى منهم سنتين كان معتقل بسجن أسيوت العمومي وفي حالة شب مستقرة إلا إنه تم ترحيله إلى سجن تورا أدت من الآخر هذا التحويل وهذا النقل إلى الموت البطيء بشكل مباشر سيادة المستشار اللي راح رد على كل التوصيات اللي كانت قدمت في 2014 وأضيف عليهم 360 آخرين يبدو أن ما شفش المعتقل رأفة مهنة ويبدو أن ما شفش على القرضاوي ويبدو أن ما شفش اللي بيحصل في مصر كل يوم من قتل وتصفية وموت وقتل خارج إطار القانون وكأن مصر زي ما بيقولوا دولة الأمن والأمان وأن المرأة عندها كل حقوقها والإنسان له إيمة ولو تمن خلينا نفهم هو النظام بيجذب ليه هو النظام بيضحك على الشعب ليه هو فاكرنا ما بنفهمش